هاي كيف كون؟ بناتكنوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة لبرج الرديل حاول أحكي فيه عن الأحوال العاطفية لإلك والشريك وكذلك رح تحدث عن الوضع العام رح تحدث كذلك حتى أنا مع زيب رح نشوف شو بيخبرون شهر الجون وكذلك رح تحدث عن الأحوال العام لإلك ورح نشوف شو بيخبرون شهر الجون هذه القراءة تنضبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عامة لشهر أوكي بالنسبة لإلك يا برج الجدي عم شوفك كانو التقيت بشخص كتير جدا بهاي كانو كنت عم تحلم فيه كانو كانت هذا اللقاء بمحد الصدفي أو كان هذا اللقاء ما كان بالشكل الرومانسي أو بالشكل الذي كنت بتتوقعوا يا برج الرضي ممكن نشط بينكم ومشكل وهذا المشكل خلاكم تتعرفوا على بعض وتصيروا مهتمين ببعض أكثر عم شوفوا لهذا الإنسان كتير أو كنت واخد نظري مغروطة عن هذا الإنسان على أنه يعني شخصية عم تحبها لو شخصية متكبرة بس بالأخير ست معجب أكثر بهذا الإنسان عم شوفه كأنو تريد أنت مغروم بالوقت الحالي عم شوف فيه غرام كتير كبير بهذه القراءة عم شوفه للشريك كذلك مغروم هذا الإنسان اللي عم تطلع لدي الروفرز هذا الإنسان بحبك كتير عم شوفه عم يتواصل معك بس يعني ممكن الأوضاع الحلية ما عم تخليكم تلتقوا به بعض أكثر بس فيه حب كتير كبير وكتير قوي بينتكن عم شوفك ممكن تحب برج السرطان أو تحب برج الجوضاء أو الجرية حتى الأسد عم شوفه لهذا الإنسان كتير محبوب شخص كتير ناجح وممكن حتى شخصية تشتغل بقطاع التعليم ممكن تشتغل بكل شيء يخص الجمعيات وإعطاء للناس والمساعدات الخيرية للناس كذلك ممكن حدا يشتغل بالسفر بالوكالات طبع السفر ممكن حدا يشتغل بالمطار أي شيء يخصه بالسفر وكمان عم شوفه لأنه إنسان يمحب هذا الإنسان محب جدا للسفر عم شوفك كذلك لأنه أنت مشارك تجاه هذا الإنسان ليش مكسور القلب؟ ليش؟ ليش بقى؟ عشان في حب كتير قوي عم شوفك ممكن نشف بينكم شيء أو مشكل وإنت حاليا أو ممكن أنتو حاليا مع بعض ما عم تشوفه بعض أو عندك مشكل مع هذا الإنسان عم شوف في شيء أو مشكل يقع بينك وبين هذا الإنسان يتعلق بالغيرة يتعلق ممكن هذا الإنسان بالوقت الحالي ما عم يحكي معك كتير وهذا الأشياء هم تسبب لك أنت ألم يا برج الردي بندس بلا لألو عم شوف على أنه هذا الإنسان بحبك بس في مشاكل بينك وبين هذا الإنسان مشاكل تتعلق بالمال الممكن للبعض فيكم يكون مشكل بالاستقرار عندكم مشاكل بالكومنيكيشن أو بالتواصل عندكم مشاكل كتير عديدة بالعلاقة بس حالما كان العلاقة فيها حب كتير قوي أنتو منجديبين لبعض وفي حب كتير قوي بيناتكم بس المشاكل عم شوفها هيك بتنط نط بيناتكم وبين هذا الإنسان عم شوف الوضع الحالي بالرغم أنه في مشاكل وحتى ممكن المشاكل الحالي اللي عم تظهر بالعلاقة سببها فكري ودهني أكثر ما عم تحكو له بعض ما عم تقول له بعض هذه الأشياء ممكن أنت عم تحس فيها عم تحس مثلا أنه هذا الإنسان ما عم يتواصل معي جيدا أو ما عم يسأل عني كل وقت أو عم يحسوا أنه مثلا ممكن يحكي مع أحد هذي أحاسيس فقط ما عم تشوفه شيء فعليا يعني عم تشوفه عم تلمسه ما يعني ما في افتراق بينك وبينه بس ممكن هذي الأحاسيس أكثر تشعرونها أنت والشريك بالنسبة للوضع الحالي عم شوفكم أوكي الحياة عم تحكو مع بعض وفي تبادلات للكلام الحلو يعني في مجال للكومبريكيشن الطيبة الحلوة في خط تجادوه كتير عالي بعينك وبينه هذا الإنسان pianist عم شوفك أنت كانو انت عندك поставع أو مشوش الفكرة أو قليل عم التشك بهذا الإنسان عم شوفه شيء كتير كبير عم شوفه غيره عم شوفه تملك ممكن لأن انتو عم تحبوا لهذا الإنسان قليل قليل قفظ عم شوفك ما عم تنام عم شوفك شوي عم تحلم الليلة فيه عم تفكري بهذا الإنسان يشوف حتى الإنسان الآخر انسان اا طرحة بهذه القراءة عمشوف في مشاكل تتعلق حتى اا بالعائلة اوكي او مشاكل في العائلة اا كلكن عمشوفكن اتنينتكن في مشاكل تتعلق بالعائلة تتعلق بالبعض منكم يريدون الطلاق لهذه الدرجة يعني خاصة المتزوجين عمشوفهم كأنه يرغبون بالطلاق او الابتعاد عن بعض مع انه في حب مع انه في غراب مع انه في كتير اشيء تجمعكن بعض ببعض بس في شيء اا اا او في مشاكل دفينة ما كنتو عم تفصحوا عنا عم تخليكن انتو كأنو كنتو عم تراكموا مشاكلكن عم تراكموا الاشياء اللي كانت بالقلبكن ما كنتو عم تبوحوها بفرد مرة صارت كأنو بوم انفجار يعني انفجرتو ببعض صار كل واحد اا يريد الابتعاد عن الاخر بس يعني غريب غريب لانه القراءة فيها نوع من الحب والغرام والشغف والشك وكل شيء وهيدا الحب كمان فيها نوع من الراغبة في الانفصال والابتعاد عن بعض كانوا حد ما عم تفصحوا لبعض عم تخلوا مشاكلكن تخلوها بقلبكن ما عم تقولوها لبعض ممكن انتو هذه المشاعر عم حسا اكثر تجول بالفكر وبالداخل اكثر ما عم تظهروها لان عم شوف الوضع اللي حالي انتو عم تتكلم وانتو عم تحكوه حتى لو كان في جفا وفي نوع من الابتعاد ولو الطفيف بس عم شوف في كومنيكيشن وفي حاكي عم شوف كذلك على انو رح اتضلو هيك يعني الخط يعني انا عم شوف صراحة انو كما يظهر لي ازا ما اشتغلتو وما حكيتو لبعض ما قلتو اللي بقلبكن لبعض رح اتضل هذه العلاقة مرهونة او كل واحد رح يدل يراكم اشياء داخلية وباطنية بالعقل الباطن كل واحد رح يقول لحاله او يحقد على الانسان الاخر لانو ما بيفهمه لانو ما بيعرف شو بده بالحياة لانو وانتو ما عم تتواصروا ما فيك تفهم او يغير الانسان اللي بداخله لو لم تفصح انت بما في داخلك يا برجل الردي عم شوف فيك بحل المشاعر العلاقة فيها غموض والعلاقة فيها فيها نوع من الغرابة صراحة ممكن انتو عم تتعاملوا مع برجل الاسد سرطان جوزاء حمل واقرب حتى برج الجدي ممكن وبرجل السر حسنا بيقلك انو 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 صراحة يعني ما صار عندكم في كتير عالية ما صار اصلا بالعلاقة نوع من الانجداب يعني كانو العلاقة صارت عم تزبل شيئا فشيئا وصار كل واحد يبتعد بطريقة ثالثة كانو العلاقة ما صار فيها انجداب كتير كبير وكمان عبيقلك انو احلمك لازم شيء من الوقعية او الشيء او تعمل اكشن اوكي اا يعني ازا بدت انتو هذا الانسان انو تصلحوا الامور بيناتكن لازم تفسحوا عن مشاعركن يعني ما رح تضلوا هيك اا يعني مبتعدين عن بعض ما بتحكوا ما بتقولوا اللي بقلبكن وتتحسن الامور يعني الصلاة فقط لوحدها لن لن تفلح يعني الدعوية حلوة جيد جدا انو تدعو الله اكيد لتغيير الامور بس لازم انتو تعملوا اكشن عنو انو تحكوا اللي بقلبكن انو تتكلموا بالمشاعر التي تجول بخاطركن اا بالنسبة كذلك للناس اللي عزيب عم شوفون اا كأنو كانوا بعلاقة وهذه العلاقة ستعود من جديد للتظهر على السطح هذه العلاقة كان فيها نوعا من الشك او الغيرة وكانت علاقة كتير طويلة الامات عم شوفها رح ترجع للحياة من جديد ممكن البعض منكن اا انتو تتعاملوا مع برج الجدي او مع برج الميزان ممكن كذلك على انو عم شوف هذه العلاقة رح تتحسن اكتر رح يكون فيها نوع من العدل ونوع من الصفاء الدهني عم ممكن انا عم شوف حتى الخطواتك تجاه هذه العلاقة عم شوف انو رح تكون في صلحة وفي تبادل الكؤوس يعني رح ممكن تفصل تسامح على الانسان اوكي اا بالنسبة للحياة العامية برج الجدي عم عم شوفك ممكن اكتر عم تتواصل على الانترنت ممكن اشتغالك الحالي على الانترنت كذلك عم شوفك عم تشتغل كتير وممكن في حصادي كتير كبير رح يحصل بهذا الشهر عم شوفك انو في بادرة خير او في بادرة اموال رح تأتي اليك اا ما تخاف من الخسارة عم شوف في نوع في في فيه اهتمام اكتر بالروحانيات عم شوف ممكن عندك اا اا دسجن او ممكن عم شوفك تهتم اكتر او تفكر بالزواج عندك اهتمامات بالزواج عم شوفك انو انت تدعو الله من اجلي ان تتزوج بهذا السنة اوكي او بهذا الشهر عم شوفك اا يعني تحقق الاموال بعد التعابين طويل ممكن ما تقول انو بالوقت الحالي الاوضاع المالية مش جيدة خلاص انتهت الحكاية لانو عم شوف في وعد بالاموال وتدفق الاموالية برج الجدي ممكن اكتر اهتم بكل ما يتعلق بالصفاء الدهني لانو عم شوف الدهن مشوش والقلب كدلك حتى هو اا ام تعبين اهتم للعائلة كدلك اهتم لكتير اشي عم شوف اا يعني عم شوفك عم تشتغل كتير يا برج الجدي عم شوفك تهتم للوضع العملي كتير اا اا ام عم شوف كدلك على انو اا شوف كدلك عم شوف في تواصلات عم تتواصل بالشركة عم شوف في رساليات في في اا اا عم ترسل لشركات ممكن عندك اا ارساليات عم تحصل عليها ممكن حتى اا ام تترسل مع ناس كتير اا اا بالشغل على السوشال ميديا كدلك عم شوفك عم تتواصل بالوقت الحالي اا اا ام شوفك كدلك اا عندك مصاريف كتير عالية عم شوف في وعد بالنجاح المادي برج الجدي حتى لو كان بيجون او من غير جون اا اا ام شوف في كدلك اا 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 في ربح معدي او في حدا رح يجلب لك مال اا ممكن حدا اا اقرضتو مال رح يجلب لك هذا الاموال عم شوف ممكن هذي الاموال تأتي من العائلة اا او تأتي اا من اا شيء يخص السفر اا او شيء يخص حتى الشريك يعني ممكن الاموال تأتي من العائلة او شيء يخص السفر او حتى من الشريك ممكن هذي الاموال تأتي كدلك عم شوفها لانه ممكن يكون في في ابتعاد وفي انزواء بهذا الاسبوع اكتر ممكن عم شوفك تهتم للعمل و اا النتاج العملي اا بس الحصاد رح يكون جيد يعني جيد جدا اشوف في ورقة الحصاد والنجاح العملي الكبير من بعض هذي المشاقة رح يكون نجاح عملي ممكن يكون عندك مناوشات بالعمل او في مشاكل خاص العمال اا في ناس ممكن حدا حدا ممكن يخلق لك مشاكل بالعمل اا بس عم تان عم شوف الاجواء اا الطاقة العامة تهتم اكتر للعمل ولا للحياة اليومية يعني عم شوفك يا برجة دي تهتم اكتر للحياة العملية و عم شوفك اكتر تهتم لما يتعلق اا بي اا اا عم شوف عندك عندك طموحة و عندك رغبة كتير جامحة بالزويج حيدا كل شي بتلعلك برجة دي بتمنعلك كل الخير والمسارات و ما تنسو تعملوا او للايك و سبسكوئب لقناتين